في اتصال هو الاول منذ نحو شهر بحث الرئيس الامريكي جو بايدن مسألة حل الدولتين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتنياهو مؤكدا ان الاخير لم يعترض على هذا الحل وانه ليس مستحيلا بوجود نيتنياهو في السلطة تصريحات بايدن ونقاشه مع نيتنياهو يأتي بعد ايام من موجة غضب عارمة من مشرعين امريكيين اثر تصريحات لرئيس الوزراء الاسرائيلي اعلن فيها رفضه القاطع لاقامة دولة فلسطينية ما جعل العلاقات الامريكية الاسرائيلية تمر خلال هذه الفترة بحالة من الانقسامات والخلافات تصاعدت حدتها مؤخرا البيت الابيض وصف هذه المكالمة التي استغرقت اربعين دقيقة بالايجابية حيث نقش فيها الرجلان موضوعات عدة ركزت على الضربات الاسرائيلية المستمرة على قطع غزة كما نقش ايضا الجهود المبذولة لتأمين المحتجزين المتبقيين لدى حماس وتحول اسرائيل الى عمليات اكثر استهدافا في غزة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الانسانية لكن رغم المكالمة الايجابية تحرك دموقراطيون في مجلس الشيوخ الامريكي لتغيير الاستراتيجية مع اسرائيل اذ وقع خمسة منهم على اجراء من شأنه ان يجعل المساعدات المقدمة لاسرائيل مشروطة بامتثالها للقانون الدولية ويمنع الرئيس بايدن من تخطي الكونغرس عندما يأمر بنقل الاسلحة الى اسرائيل وهي مناورة اتبعها الرئيس مرتين في الاشهر الاخيرة وفقا لصحيفة واشنطن بوست في هذه الاثناء اصدر 16 عضوا يهوديا في مجلس النواب الامريكي وجميعهم من الحزب الديمقراطي بيانا اعربوا فيه على اختلافهم الشديد مع تصريحات نيتينياهو الاخيرة بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية واشر النواب الى ان حل الدولتين هو المصارو للمضي قدما وفي السياق المتصل حثى 60 نائبا دموقراطيا في مجلس النواب الامريكي وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين على تأكيد موقف الولايات المتحدة المعارض بقوة للتهجير القصري والدائم للفلسطينيين من قطاع غزة واعرب النواب عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادري عن مسؤولين اسرائيليين ومقترحات من الحكومة الاسرائيلية تدعو الى تهجير قصري للفلسطينيين خارج غزة حالة من الاحباط في واشنطن ما زالت موجودة بسبب اطالة امد الحرب ومن حقيقة ان نتنياهو يرفض مناقشة الواقع في قطاع غزة في اليوم التالي حتى وصل الامر الى ان مقربين طلبوا من بايدن واوصوه بان يعلن فقدانه الثقة برئيس الوزراء الاسرائيلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة